معنا عبر الانترنت من نيويورك سيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة سيد فرحان حق مرحبا بك إذن 1037 قتيل و124 مصابة حتى اللحظة جراء الزلزل الذي وقع في المغرب مساء الجمعة وعمليات الإنقاذ ما زالت جارية حتى هذه اللحظة الأمم المتحدة أعربت عن دعمها الكامل واستعدادها لتقديم المساعدة كيف تبعتم هذا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب لقد عرفنا بذلك الليلة البارحة عندما حادث الزلزال الأمين العام لأمم المتحدة أنتينيو جوتيريش موجود حاليا في الهند لقمة مجموعة العشرين وقد عبر عن الصدمة وبالنظر إلى الخسائر الكبيرة وتضامره مع شعب وحكومة المغرب فإن الأمم المتحدة والبلدان عديدة مستعدة للمساعدة وأي طلب سنكون جاهزين للقيام بتقييم الخسائر وتقديم المساعدات عند الحاجة سيد فرحان السؤال ما هي شكل المساعدات التي يمكن لأمم المتحدة تقديمها في هذه الأثناء سواء على جانب المساعدة في التقييم والمشهورة وما إلى ذلك أو تقديم المساعدات الفعلية يمكننا أن نقدم جميع أنواع المساعدة عند الحاجة كما قلت وكما تعرفون الأمم المتحدة لها عدة هيئات يمكنها أن تساعد على الأرض إذا كان هناك نقص في الأغذية أو أيضا في هدم المنازل لتقديم الخيام أو أيضا الخدمات الصحية وكذلك في مجال الإمداد اللوجستي فيما يتعلق بأنشطة الإنقاذ إذن بحسب ما ستطلبه الحكومة والجهات المعنية وسنقرر ما يمكن تقديمه ما يمكننا القيام به أيضا هو مساعدة في تقييم الخسائر والأضرار على الأرض إذن نحن نقف جاهزين وننتظر فقط أي نوع من المساعدة مطلوب مننا بالحديث عن الخسائر سيد فرحان هل لديكم أي تقديرات بشأن حصيلة الخسائر سواء على المستوى البشري في المقام الأول أو المستوى المادي التي ربما ينتج عنها هذا الزلزال الآن ما يزال الوقت مبكرا وما نزال ننتظر لنرى إن كان يمكننا الحصول على معلومات لكننا نعرف أن الأعداد قد تصل إلى الآلاف إن لم يكن أكثر من ذلك سنرى ما سيحصل في الأيام القادمة وأرجو أن المتحدة والمجتمع الدولي يمكنه أن يهب لمساعدة الحكومة والشعب المغربيين حتى لا يؤدي ما حصل المزيد من الوفيات بسبب الجوع أو الأمراض أو غيرها نعم هناك عدد كبير بالفعل من الدول عرض تقديم المساعدة سواء في عمليات الإنقاذ أو في دعم المملكة المغربية والوقوف إلى جانبها في هذا المصاب يعني كيف تنظر إلى موقف المجتمع الدولي من ما حدث في المغرب هذا الزلزال الأليم أعتقد أن المجتمع الدولي بأكمله يقف إلى جانب شعب المغرب من المؤلم أن نرى ما حدث وأن نرى مدينة مثل مراكش ذات التراث التاريخي الكبير وهي من التراث الحضاري العالمي قد حدثت فيها أضرار كبيرة جميعنا نقف إلى جانب الشعب المغربي ومستعدون للمساعدة نعم سيد فرحان بالحديث تحديدا عن مسألة التراث والمباني التراثية المسجلة بالفعل في اليونسكو والتي تضررت جراء هذا الزلزال يعني كيف للأمم المتحدة أن تعلق على ذلك وكيف يمكنها أن تدعم المغرب في سواء ترميم هذه المناطق أو الحفاظ على تراثها من الذي يتضرر بشكل أكبر جراء هذا الزلزال الأمم المتحدة من المؤكد أنه يمكنها أن تقدم المساعدة المحتاجة في إيجاد برامج وكذلك المساعدة لحماية هذا التراث أو الإرث واليونسكو تقوم بذلك إذن نحن الآن في الآجال القريبة نريد إنقاذ حياة الناس وتقديم المساعدات الإنسانية للمغاربة نعم شكرا جزيلا سيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كنت معنا عبر الإنجينات من نيويورك لك جزيلا شكرا